تأسيمة قوية وتدريبات تأهلية وانتظام اللاعبين الدوليين هكذا كان تمرين النادي الأهلي من حيث تواجد اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين نهاردة كان في تأسيمة كبيرة جدا أو قوية جدا لكل اللاعبين والحمد لله كل الأمور جيدة ومع توالي الأخبار إن شاء الله سأقول لحضراتكم أنه كان مثلا عمار بينتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية واحدة من الأخبار السعيدة للأهلوية عمار حمدي بيعود مرة أخرى وينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال الفترة القادمة أيضا النجم أيمن أشرف بيعود للقاهرة ويخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع إن شاء الله يعود بعدها للتدريبات الجماعية وفقا لرؤية الدكتور أحمد أبو عبلة قال اللي قال إن أيمن أشرف أنها فحصاته التوبية وإن شاء الله يعود بألف سلامة أيضا كابتن حمدي فتحي ينتظم في جزء من التدريبات الجماعية إن شاء الله زيبا حضراتكم عارفين كابتن حمدي فتحي كان عنده مشكلة في العضلة حاجة بسيطة جدا شد خفيف في العضلة الأمامية وبالتالي تم استبعاده من مبارات المنتخب الوطني ويعني كان بيتأهل خلال الفترة السابقة والنهاردة جزء هو دخل في جزء من التمرين كابتن محمد عبد المنعم بيشارك في التدريبات الجماعية أيضا محمد عبد المنعم أصبح جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية شكرا